الوقت تجي معنا مع الفقرة معنا كل يوم أربع بنتكلم عن أهم الأحداث اللي بتشغل الرأي العام خلال الأسبوع اللي فات نهارده نتكلم عن ثلاث أحداث تحديدا أو ثلاث حاجات تحديدا نتكلم عن طبعا محاكمة القرن ومحاكمة الرئيس المخلوع ووزير الدخلية السابق حبيب العدلي وستة من معوني ونجلية طبعا رئيس السابق وهنتكلم عن الانتخابات ونهارده تاني يوم في الجولة التالتة وفي مرحلة التالتة ومن الحاجات طبعا اللي شغلت الرأي العام هو الهجوم اللي حصل على مجموعة من المؤسسات والجامعات الأهلية الجامعات الحقوقية خلين نعرف تفاصيل أكتر عن الثلاث مواضيع دول من ديوفنا اللي بيشرفونا في الستوديو مهندس سوائل خليل الناشط السياسي والمدون نهارك سعيدي فندم أستاذ هاني صلاح مدير موقع اليوم السابع الإلكتروني نهارك سعيدي فندم خلينا نبتدي من اليوم السابع وابتدي بالانتخابات ومن خلال تغطيتك الانتخابات المرحلة التالتة والنهارده اليوم التاني الملاحظات اللي انتوا شايفينها لغاية النهارده أو لغاية دلوقتي لو يعني تكلمنا وقيمنا الانتخابات في خلال المرحلة الثالثة هي لم تأتي بجديد حتى الآن المؤشرات تؤكد أن النتائج ستكون في الترتيب المعتد الحرية والعدالة الإخوان الرقم واحد سيكون النور السلفي رقم اثنين الآن المعركة في المرحلة الثالثة مرحلة تقصير عظام ما بين الوفد وما بين الكتلة المصرية الوفد له بعض التكتلات اللي بدأت تحرج الكتلة المصرية في بعض المحافظات ويعني أنا أستطيع أن أقول أن هي محاولة للإفاقة بالنسبة لحزب الوفد في المرحلة الأخيرة حدث مبارح يعني حدث غريب جدا في محافظة أظن الدقاهلية وهو الاشتباكات ما بين النور والحرية والعدالة النور للأسف أحد أنصار النور شج رأس واحد من الحرية والعدالة أو أنصار الحرية والعدالة الخبر عندنا على الموقع والصورة واضحة جدا استخدام سلاح أبيض ودي كانت أغرب حدث في هذه المرحلة لم يحدث مثل هذا المشهد سابقا طبعا هناك محاولة لاستدراج الموقف لكن في محظر تم وفي إجراءات قانونية بالتم الآن أتمنى النهاردة يعني زي ما احنا تعودنا على أن الأيام السابقة كانت أيام هادية جدا المرحلة السابقة كانت مرحلة هادية جدا برضو كان من المواقف الظريفة اللي بحب أرصدها في يومين النهاردة ومبارح إن عروسوا راحوا يعني اتنين لسه راحين الزفاف بتاعهم قبل ما يروحوا صمموا يروحوا اللجنة هما الاتنين بزي العرس ودخلوا وصوتوا كان منظر جميل أرى ده أظن في الغربية أنا بصراحة يعني أنا بقول إن الله هو الشعب المصري هو ده الشعب اللذيذ هو ده الشعب الوعي أو سياسيا هو ده الشعب اللي نروح الفكاهم السابقة حتى في مواقف الانتخابات نحن شعب فرفوش طبعا فرفوش جدا أستاذ وائل حضرتك كان نشط سياسي ومدون طبعا كان فيه أصوات أصلا ضد ان الانتخابات تتعمل في الوقت الحالي والتأجيل بس خلاص يعني أمر الله نفذ وخلونا ما نبقاش عادين من نعاية على اللبن المسكوب طول وقت بس المؤشرات حتى الآن زي ما هو واضح وزي ما أستاذ وائل كمان قال أنه فوز أنا أسفل أنا أستاذ هاني قال أنه الحرية والعدالة باتساح تقريبا يعني أوتار الإسلام السياسي بشكل عام إيه المخاوف عند النصطين السياسيين على المجتمع المدني بشكل عام قبل ما نخش في نقطة دي بس عايز يعني أقضى حاجة احنا هو بنختم المرحلة الثالثة أنه الأوهام اللي صدرت لنا عن بحور الدم اللي حتم في الانتخابات والميليشيات اللي حتطلع ويعني إيه بس عشان نفتكر إحنا قد إيه بنخوف نفسنا من حاجة في ناس كتير أنا منهم كانوا بيقولوا مش هيحصل بحور الدم لأنه الناس هتقبل على الانتخابات دهات حتى تصوراتنا للناس الوقفة تحمي من اللي بيحاولوا يخربوا الانتخابات كانت حتى دي مبالغ فيها لأنه بالفعل لما الناس بتشارك حجم التدخلات أو يعني إيه ده برضو يدينا يعني برضو كده مؤشر كده لأنه لبقية الفزعات برضو اللي شغلة حوالينا وده يقودني النصار التانية اللي هي المخاوف أنا ما عنديش مخاوف بمنتهى الصراحة في الآخر الانتخابات دي أول انتخابات نزيهة ممكن نكون بنشهدها في حياتنا يعني عزيزي أنا ممكن نتكلم في العهد الملكي بس ده عصر تاني وعهد تاني وبلد تاني يعني فيه كده ما قوله بتقولي التاريخ هو بلد آخر فده أول انتخابات نزيهة الناس فعلا مقتنعة إنها بتختار واللي هتختاره حيأثر فيه النتائج صحيح الإخوان المسلمين عمرهم ما كانوا أغلبية قبل كده فما نعرفش حاملوا إيه يعني احنا عاديين المخاوف هي في الآخر كوابيس بنستوردها من حيات التانية يعني نقول افرد يعني حتى ما بنقول ما بنقولش حاجة محددة حاملوا كذا بنقول نرمي كلمة إيران أو نرمي كلمة أفغانستان أو السوداء يعني هي نوع يعني حيبقى أسوأ حاجة فنفكر فيه في الآخر الانتخابات بتجيب برلمان الناس اختارته ما هواش مماثل مية في المية للناس بس هو الناس هي اللي اختارته نسأل نفسنا ليه الناس اختارت النور والحرية والعدالة غالبا لأن هادية الناس اللي شافتها في ظل الاستبداد السابق ما كانش فيه أي إمكانية لعمل سياسي على الأرض اللي كان موجوده والعمل الخدمي والعمل الديني اللي هو ومنطقي جدا وطبيعي جدا عم الشيخ هو اللي أنا بشوفه في حتتنا وعايش معايا وكده لما يجي يقول لي أنا نازل الانتخابات حانت حختاره حتطمن له الناس أنا في تقديل الناس اختارت اللي تتطمن لهم اللي تثق فيهم معظم الوقت كان طيار إسلامي بس في بعض الوقت كانوا اللي برالين إذا كان حمزاوي ولا شوبكي وكده إن أنا متطمن لرجال ده أنه هو مش فاسد أنه هو مش فلول وبرده ديها تفزعة تانية يقول لنا من غير قانون العزل الفلول الشعب قدر أن هو يعزلهم تلقائي يعني أزبادهية الشعب كان بيأزل الحزب الوطني في عهد مبارك بيسقطوا لما ينزل قدامه بديل كانوا بيسقط الحزب الوطني فهو سقطهم ويعني وأنا سعيد إنه ما فيش قانون العزل حد ممكن يشكك فيه ويقول لأ الناس أسقطتهم كما يعني إيه كان أسوأ حاجة في الدعاية مثلا أن يتقال على حد فلول وناس تنفي يعني إيه حاجة جميلة جدا فهو أنا في تقديري أنا ما عنديش مخاوف إحنا في إقتار في انتقال ديمقراطي مش دايماً لأراضينا عن البرلمان ومش دايماً نبقى معارضين للبرلمان أنا يعني إيه أنا مستنى تشوف هيعمله إيه إحنا عندنا مهام كبيرة حاول انتقال السلطة وديت مواجهة مهمة جداً حيلعبوا فيها أي دور لأنه واضح جداً إنه بقى فيه قراتين بواحدة بتدعو لانتقال سريع للسلطة وواحدة يعني إيه واخدر حتها ماشي البرلمان هيبقى فيه ده اللي هيحدد موقفنا منه طبعاً إحنا لسه ندخلناش في الشغل بتاع السورة اللي هو العدالة الاجتماعية والعيش والحرية والكلام ده كله لسه ندخلناش فيه فهتشوف البرلمان هيعمل فيه طيب قبل ما انتقل أستاذ هاني وسأله على بعض التجاوزات بس فيه كلام بيتقال إن إحنا كده تقريباً استبدلنا وكأننا استبدلنا الحزب الوطني بالحرية والعدالة تحديداً للممارسات اللي كانت بتحصل خلال الانتخابات من تجاوزات من رشاوة انتخابية أو إنه نشتري بطاطين للناس أنا يا ساري ويعني عصدي ده إنه دي ملهاش بس فيه يعني أنا بسيط على تقارير التجاوزات وكده إحنا يعني ماينفعش نقارن ما بين الحزب الوطني وما بين الحرية العدالة يعني إحنا منتكلم على مستوات مختلفة إحنا شايف فاكرين الصور بتاعت 2005 الأمن المركزي والبلطجية قدامه بيمنعوا الناس يروحوا ما شوفناش كده التجاوزات معظمها قريبة من اللي هو تجاوز الصمت الانتخابي أو التوزيع دعاية برى اللجان أو الكلام ده كله يعني ماينفعش إنه إحنا نقارن الاتنين في البعض إحنا عمرنا مختلف من الحزب الوطني يعني أصلا صحيح فدفر أولي وبالتالي ماينفعش نقارن بالاتنين الصراحة طيب أستاذ هاني التجاوزات اللي رصدتوها خلال ثلاث مراحل دلوقتي أنا بس عاوز أأكد على حاجة مهمة جدا خلينا ننظر للمسهد السياسي حاليا خلينا ننظر للتجربة الديمقراطية اللي عاشتها مصر على خلال الثلاث مراحل الانتخابية اللي فاتوا خلينا نتوقع المستقبل السياسي المصر بعد هذا الوعي النهاردة الكثير رهانه على أن هذه الانتخابات لن تتم بصورة محترمة أدي رقم واحد رقم اتنين الكثير رهانه على غباء الشعب للأسف بعض الناس قالوا أن الشعب غير ناضج وأنه هذه رقم اتنين رقم ثلاثة يعني اللي قالها أستاذنا الفزعات كل الانتخابات أسقطت كل هذه كل هذه الفزعات كل هذه الاحتمالات الانتخابات أكدت أن الشعب المصري من يراهن على عدم نضجه السياسي فهو الذي يعني بعد كل البعد عن النضج السياسي من حاول أن يشعرنا أن هناك مصيبة مع ستتزمن مع الانتخابات نقول له شكرا التجربة أكدت عكسة أما بقى النتائج فلابد أن نعترف بنتيجة للصندوق الصندوق هو الفيصل وبعد كده أنا أرى أن أي فصيل سياسي في مصر سيتهم بالغباء السياسي إذا حاول الانفراض بالقرار بعد مدان التحرير بعد هذه الهبة والنهضة السياسية والفكرية التي شادتها مصر على منذ 25 يناير الماضي حتى اليوم مستحيل حد يستطيع أن ينفرد بالقرار لأنه هيكون العبء كبير هيكون الإرث اللي موجود في البلد أكبر من قدرات أي فصيل سياسي أن يتحمله أكثر من ذلك أرى أن البرلمان القادم هو صورة حقيقية للواقع والقوى السياسية أنا أرى كمان وده حد يستغربه له كتير جدا أنا أرى أن هناك تحالفات ما بين القوى الإسلامية والليبرالية مش هيبع عندنا معارضة في المرحلة القادمة لأن كل القوى الليبرالية اللي داخلها قوى فاهمة كويس جدا وقوى معتدلة ولو بصينا زي ما قال البشمان سوائل وده مهم جدا يا جماعة أن الناس استأمنت الناس دي استشعرت بالطمأنينة نحو هذه المجموعات النهاردة لما يطلع عمر الشوكي النهاردة لما يطلع حمزاوي النهاردة لما يطلع النجار كلها يعني محسوبة على الطائرات الليبرالية والطائرات اليسارية وغير ذلك يعني فيه أسماء تانية في المحافظات كثيرة ده يؤكد أن البرلمان القادم كل القوى السياسية ممثلة كل الاتجاهات موجودة فزعت أن الإسلاميين ممكن بقى يلعبوا ممكن أن يكون هناك بعض الانحيازات لفق أفكارهم لأنهم لهم مشروع سياسي إسلامي دههم الحق أن يعبروا عنه لكن في النهاية خالص لن يفرد قرار أو يفرد شيء ضد إرادة المجتمع النهاردة لما بنيجي بين الحين والآخر في ظل هذه الهيمنة أو الاكتساح للطائرات الإسلامية نجد بعض الناس اللي بيحاولوا يقولوا هايطلع عندنا مشكلة وهي الأمر بالمعروف زي صفحة الأمر المعروف اللي طلعت والمجموعة اللي طلعت في المرحلة يقيرة أرى أنها كلها فقاعات على جسد هذا الوطن بتختفي بسرعة جدا لأن الطبيعة المصرية والواقع المصري دايما بيعمل عملية إقصاء كامل لكل ما يخالف قيم هذا المجتمع صحيح ودائما بنقول كمان دي مش آخر مرة نشوف الصندوق مؤكد ولسه في الصندوق جاي تاني وفيه يعني بدون مواطعة يعني وفيه أنا من الناس اللي بيقولوا الشرعية مستمرة في برلمان وفي ميدان يعني أصدي ما فيش حاجة ما فيش تفويد على بياض أي حد سياسي هياخته سواء برلمان سواء حكومة سواء رئيس قادم الناس بترائب وبتشوف لو حست تخاذل فيما تراه أنها قضية مهمة لا يعني حيشوفوا أيام آه مش ظريفة طب تقيم حضرتك إيه لأنه طبعا كان في كلنا محدش كان متوقع أنه النور السلفي هياخد كل هذه الأصوات وخلاص أراد ربنا أنهم ياخدوا كل الأصوات دي وبدأنا نسمع تصريحات وكأنهم بقوا هما الأغلبية الكاسحة في البرلمان وبقينا نسمع أنه حزب النور أعلى أنه مالوش علاقة بالأمر بالمعروف أنه عن المنكر ولكن في بيانات عملا تنزل على الإنترنت ومدهمات لمحلات كوفير وكده يعني محل محل هو أعتقد في حاجتين بيحصلوا أولا ليه حزب النور جاي في المركز الثاني أنا رأي دي حاجة محتاجة قدر من الدراسة والبحث ماشي هل الشعب المصري مزاجه أمر بالمعروف أنه عن المنكر لا أعتقد بس يعني عزيزي ده ممكن بحث يدور في مين انتخب مين ليه فده بحث يعني أي حد من مراكز البحث الاستقصاء بجد عايزين نعرفه عشان الفاته عشان الناس عادة تقول لك دول اختار النقطة التانية فيه أعتقد فيه مشكلة في الإعلاء يعني التواجد الإعلامي لبعض القوس يا سيئة الإخوان وقع في الخطأ ده والنور بقع في الخطأ ده إنه يعني مش بيقدروا حجم الكلام هو كان بيتكلم في دايرة دايا مش واخد باله أن الكلام ده بقى مفتوح لدارة وسعفة ممكن يقول حاجة جمهوره فهمها في سياقها أو مقابل بيها أو يعني من قبيل اللي هو ده هدفنا الآخر بس في السياق رأي عام ممكن تبقى بتؤشر حاجات مضرة جدا وسيئة جدا وتسيء ليه يعني عصدي وهم بعض الناس قالوا لأ نسكت فلان أو فلان لا بيعبر عنا في طول وقت فيه تصريحات وفيه نافي للتصريح الإعلام طبعا بيهايص فيه التصريحات القصوى ده هيت لأنها بتدي له مادة يشتغل عليها أنا في تقديري أنه يعني علينا كلنا أن إحنا نبص للحاجات هالهي فعلا بتعبر عن ميل حقيقي موجود في المجتمع أو موجود في التهار ده وعلينا نواجهه ولا لا هو القضية فعلا أننا مش محتاجين نواجه التصريحات احنا محتاجين نواجهه واقع على الأرض لما يبقى الواقع ده موجود لو توجدت أمر المعروف بتكلم حضرتك وتقولك عملي لأ هنواجه أنا هنواجه ساعت لأنه الثورة دي ما تعملتش عشان نتدخل في حياة الناس الشخصية ده حقيقي ثورة الحرية بس لما نقواق بالها مش هحط دلوقتي قاعد يعني لأن احنا عندنا واجب تاني عندنا واجب تاني كتير محتاجين نركز فيه في الفترة ده فمهم ان احنا يعني ايه لما يحصل كده حاجة فرقعة في حتة نكبر دماغنا أنا بس عايزة أقول حاجة كمان وأكمل هذا المشهد بحاجة هامة جدا وهي أنا أرأى أن تجربة وجود الطيار السلفي طيار السلفي طيار موجود في المجتمع أنا ممكن أختلف مع أراءه وأختلف مع تشدده في بعض المواقف الدينية لكن خلينا نقول للسندوق جاب الطيار السلفي رقم اتنين تجربة الكويت مع الطيار السلفي الإخوان كانوا بيسلكوا المسلك الانتخابي والسياسي وهم اللي ظهرين بعد كده بدأ يدخل السلفيين في المشهد مرة أخرى فبدأ يحضر التطور ونضج على أدواتهم السياسية النهاردة دي فريق منعزل لو تركنا هذا الفريق هو فريق موجود في الشارع المصري للأسف الانغلاق يؤدي للتشدد ويؤدي في النهاية للتطرف وبتالي عندك زي اللي بالزبط عنده في بيته ولد من أولاده عنده إشكالية في التفكير فرضنا مع اختلاف الفارق مع اختلاف الفارق جدا أنا مش أصلي حاجة لكن لو عنده إشكالية في التفكير هعمل إيه؟ هل أعزله؟ ولا أبتدي أدخله وأدمجه بني إخوانه عشان يحدث نوع من التعارف الآن النور السلف أرى أنه يمضج بشكل سياسي كبير التراجع المستمر عن التصريحات المسيرة للشارع دي رقم واحد اتنين صفحة المعروض الأمر بعمل في النهاية المنكر اللي طلعت والمجموعة طلعت هو طلع نفع خالص علاقته بيها وبقول إن أنا هقضي لإني دي تسويق لسمعيتي بدأ يظهر عليه نضج سياسي هل ده مش من مصلحة الوطن أن يحدث عملية تنضيج لفصيل سياسي موجود في الشارع أحسن ما سيبه يتقوقع على نفسه ويحول لي بقى إلى منتج على التطرف والتشدد ليه؟ إحنا إيه لي خلينا؟ فأنا أرى أن من أفضل ومن فضائل هذه الصورة أنها فتحت الباب للجميع ولن يتقوقع على نفسه ولن يدخل في مغارات التطرف والغلو إلا اللي فعلا اللي هم المجتمع نبزهم والمجتمع حيرفظهم ولذلك أرى اتركوا تجربة الديمقراطية في مصر لابد أن ننظر إلى هذه التجربة أنها جاية زي الماء اللي بينظف كل البثور اللي موجودة على جسد الوطن أرى أنه نضج سياسي آه فيه نضج سياسي الإخوان يعني ممكن نقول أن الإخوان أسكية لأنه هم بيمرسوا العمل السياسي بينهم 80 سنة لكن هذا فصيل لسه يعني ترفض بيخطو بخطواته الأولى في العمل السياسي فاتركوه حتى ويوم ما يخطأ زي ما قال بشماند سوال يوم ما يخطأ كلنا هنقف أصاده طبيعة المصرية ما ينفعش أبدا معاها أي طبيعة في بلاد عربية أخرى إحنا طبيعتنا طبيعة معروفة كويس جدا زي ما قال وحي يقول دعوتنا اللي هي الدعوة الإسلامية شربت من النيل ما رحتش للخليج ولا راحت فلازم تبقى مطبع بهذا وغير أن فيه قواعد سماحة الإسلام سماحة الإسلام المشهد كان جميل جدا لما أشرف عبدالغفور وروح للمرش العام لإخوان المسلمين ويحدث نوع من التنغيم وعشان يؤكدوا أن الفن ده قيمة واحدة سيبوا الحرية تعمل عملية نضج لكل الطائرات السياسية في مصر قبل ما نروح للمحاكمات هل حاجة زي الأمر بمعروفة هناك على المنكر هي ملف إلهاء جديد أو بلونة اختبار زي ما بيتعامل فينا كده كل شوية يشوفوا الشعب ريأكشنات وإيه أو يبيلهونة في حاجة عشان حاجة تانية مش عارفينها يعني أنا حاسس أنه فيه إلهاء ما عرفش بقى هل ده متعمد من جهة السلطة أو برا السلطة بتحاول يعني بس هو فيه إلهاء طبعا فيه بص العصفورة شغالة طول الوقت يعني أصلي بقت بشكل يعني مزعج وخطير وعلينا أن احنا نتعامل معها يعني نتعامل معها مش أن احنا نهملها يعني إنما أنه ماشي اللي ليه دور فيها يتركز فيها واللي ما لديه دور يركز في المهم يعني صفحة على فيسبوك فيه فهتلاقي صفحة على فيسبوك بتقول حنسوي الهوائل صفحة على فيسبوك يعني أصلي واحد يخش على صفحة على فيسبوك يكتب ما بداله حيبقى فيه صفحة على فيسبوك ده مش خبر يعني هو للأسف الشديد بقى فيه أخبار من نوع فيه حد قال مش أخبار من نوع فيه حاجة حصلت ودي بقت أكتر حاجة ممكنة يعني إيه وحد رد على الحد اللي قال فقال حاجة جامدة ففيه حوار قائم وعلى الأرض فيش حاجة بتحصل والقضاء الحقيقي حوار افتراضي كله حوار افتراضي بحقيقي يعني إيه يمكن في الأول يعني حتى لوحد كان بينفعل أكتر لما يسمع خبر وإزاي دلوقتي لأ لازم كلنا اللي هو آه ده فيه صفحة بتقول آه ماشي خير يعني آه حنشوف يعني كذا شفت عمله إيه حنشوف فيه قصة مش عارف مين حصله إيه حنشوف يعني هو فيه هل اهتمامنا كله حاولين القضايا بيفيدها ولا في الآخر بيلهينة وبيضيع وقت بحقيقي بقى بيضيع وقت ممكن نستخدمه فعلا في الحديث عن الحاجات المهمة عن انتقال السلطة عن انهاء الحكم العسكري عن 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 ده 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 لا ده واجه ده هومورغ لازم نشتغل فيه الدستور ده هومورغ لازم نشتغل فيه آه ده بب طيب كمان بقى برضو أب منتقل المحكمات طلع قرار أو المشير حسين تطوي طلع قرار ان مجلس الشوري هيبقى على مرحلتين مش ثلاثة في الوقت اللي فيه ناس كتير وانا بعتقد ان واحدة بينهم الغالي ده ده بشافوا مجلس الشوري ده بيعمل ايه أصلا فهو المرحلتين ده كويس ولا احنا لسه في انتظارهن يبقى مرحلة واحدة هو فيه عملية هو فيه عملية اتفصال شغالة ما بيننا وما بيننا المعجبس العسكري في انهاء المرحلة الانتقلية يعني واضحة جدا يعني ايه انه ابريل طيب مايو طيب نخلص الشوري طيب نقلنا هو خطة الطريق يعني وفقا للاستفتاء اللي هيبقى فيه اخناقة تانية بس مش دي اللي حتكلم وفقا للاستفتاء فكت بتقول شعب وشورى في قريتي وبعدين رئيس وبعدين دستور فهو فيها شعب وشورى انا رأيي وجهة نظر لجنة تعديل الدستور انها يعني ايه مش هتعمل حاجة بقوة الغاء الشورى من دماغها رغم انه كلنا ما بنحبش مجلس الشورى بس يعني مش مساعد بنحب ولا بنكراه انا مش راهمين بيعمل ايه هو بس يعني مجلس الشورى حاليا عشان نلغيه لابد من دستور اه الراجعة والعودة الى الدستور الدستور عشان نعمل اعلان دستوري اخر يعادل بيه التشريعات احنا مش عايزين نطول مدة الانتقالية اللي احنا عايزين 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 نخلص بس بيخسر يعني ونقول المجلس العسكري شكرا جدا عاييرجح سكناتك عشان تسلم سلطتك للرئيس المدني فانا اوجي اتنظري ان مجلس الشورى سيبوه بعد كده لما يطلع تشريعات ويتعمل الدستور الجديد الغوه مفيش مشكلة خالط لكن خلينا نمشي على خريطة الطريق اللي قال البشمنسوال وقشر ان احنا عملنا انتخابات شعب يلا بقى نعمل انتخابات الشورى ونخلص وفي المرحلة دي يلا نعمل بقى الدستور عشان على شهر اربع اللي جاي بكبيره نخلص شروفه ووالده ووالدته وكلام ده كله فدي عشان نستخدمها معنا تأجيلها وهو في وقع الامر برضو الدستور مش ممكن يخلص في شهر ونص فيعني ايه تلاتين ستة اللي مبنية على انه في دستور حيتعامل قبل الرئاسة بتعني انه اول ما حينعقدوا المجلسين في فبراير هيبقى ساعتها المجلس عسكري من حقه يقول انا مليش دعوة بالشغل انا اديت مع نواب الشعب المنتخبين عليكوا بيهم خدوا بقى شهرين خدوا ستة الشور احنا في ظل حكم عسكري وفي ظل فترة انتقالية اه بس نعلمش خليني اختلف شوية واقول رأي انه احنا طول وقت بنقول اه احنا فيه اساسيات لاختيار الرئيس الجديد بس لسه مش عالفين صلاحياته اللي عندي دكتوري ماذاكرش صلاحياته فاحنا متاجين دستور ها المهم بقى اللي احنا لازم نقف عنده النهاردة هطلع هطلع دكتور جديد هدينه نفس الصلاحيات بس برضو لو هنرجع سننا الورا ما احنا مجلس الشعب انتخبناه من غير ما يبقى فيه دستور يعرفنا وبيعمل ايه يعني خلينا بحليبة الشيطان في النقطتين يعني خلي بالحضرت الدستور محدد مهام مجلس الشعب كويس جدا حتى الاعلان الدستوري اللي تم محدد مهام مجلس الشعب كويس جدا مفوش اي خلاف قانوني همش فيه برلمانية رئاسية ولا برلمانية بس الوضع مازال رئاسي الوضع مازال رئاسي الوضع مازال رئاسي وده يعني عمره واقع ومش دي القضية هي القضية انه حلان على فكرة الصلاحيات حلان احنا عندنا رئيس جمهورية اسمه المجلس العلاء القوات المسالحة عنده صلاحيات ماشي فكرة انتخاب رئيس بتستبدل هذا العسكري غير المنتخب اللي غير مسؤول عن ارضاءنا يعني في الاخر رئيس منتخب يعني انه هو عايز يعطي انتخاب وعايز يعني ايه لو فاحنا بنستبدل المجلس العسكري اللي هو الغير منتخب برئيس منتخب هي دي الفكرة وفقا للصلاحيات الفعلان دستوري اللعن دستوري بالمناسبة بيقول صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات المجلس العسكري الفكرة احنا احنا ما بنقراش صحيح هي صلاحيات المجلس العسكري الليل والد في المادة اعتقد 54 معادا صلاحية الفلانية اللي هي اللي لها علاقة بالتشريع على ما أعتقد لأنه ساعتها هيكون مجلس الشعب خلالت تولي التشريع أنا في تقديري أنه من غير بقى الدخول في التفاصيل عشان يبقى فيه انتقال سريع للسلطة لرئيس منتخب وده حاجة في مصلحتنا كلنا وفي مصلحة الجيش ومصلحة الشعب ومصلحة الوطن ومصلحة الثورة في واقع الأمر علينا أننا نتبنى ونبقى مع فكرة انتخاب رئيس لأنه هو ده المضمون تلاتين ستة المعلنة الحالين أولاً هي معلنة في تصريح وليست فيها أي حاجة رسمية ومرتبطة وحنشوف يعني إيه الشهر الجاي إزاي إنه خلاص تشكيل اللجنة لجنة كتابة الدستور مش عملية سهلة وانتش هتاخد أسبوعين يلا كتابة الدستور مش عملية سهلة مش هتاخد شهر فيعني ننتخب رئيس ونقعد في رواقين كده نحن برضو في انتظار نحن نشوف لأنه إحنا كده انتخابنا رئيس ومجلس الشعب برضو من غير ما بفي دستور وهيبقى عندنا تخوف إنه هل هم الاتنين دول هيرضوا بدستور يبقى ممكن يحل الاتنين ولا هبقوا حيادين تشارع تشارع دولتي عليه صورة الدستور يعني لو فرضنا الدستور جي بعد كده ومجلس الشعب توافق الشورى على أن يكون نظام برلماني تمام يبقى في الحالة دي هنجد رئيس الجمهورية اللي هو أخد صلاحات الأدية ممكن يقولك لا ويخش في الصدام لكن إحنا لو عملنا له الأساس وهو الدستور سواء نظام برلماني أو سواء النظام الرئاسي أو مختلط برلماني رئاسي مختلط في الحالة دي هنقضي هذا الأمر وننتهي أولاً إحنا عندنا مشروعات ممكن بشمان سؤال عارف كلام ده عندنا مشروعات كثيرة جداً للدستور مين عندنا؟ عندنا مصري زي ما بيقول فعلاً الناس ما بتقراش إحنا عندنا دستير جهزة عندنا كشعب يعني كبطن لا مش كشعب كفقهاء قانون عندنا قوانين وعندنا مسودات داخل مجلس شعبي نفسه إرث المجلس شعبي اللي جواه عندنا دستير مهل الأسد إحنا نطلع وننظف التراب اللي عليه ونبتدي نقعد وأنا توافق مفيش حد هينفرد برضو بالقرار مستحيل أن يأتي فريقه يقولك أنا صاحب الليلة الليلة كلها بتاع مصر مش بتاعة فريق أو فصيل ألم يعني عزي هو ده أنا في تقديري ده حوار محتاجين إن إحنا نطلع دي بيت مهم جداً بتاع بتاع يعني هل نعمل دستور في ظل رئيس منتخب ولا نعمله في ظل مجلس عسكري غير منتخب أنا رأيه هو يعني إيه أضرار الدستور في ظل الحكم العسكري أعلى بكتير من أضراره في ظل في الآخر رئيس منتخب محاولته لاستبداد يعني حتضره يعني لو حاول يستبده هو حينزل الانتخابات بعد سنتين بينما المجلس عسكري غير معرض للانتخابات يعني لن يدفع تمن سياسي في وقع الأمر لأي من أفعاله طيب نتطفق أن المجلس عسكري مع السلامة سلم سلطة مدنية الزبط ده الأهم طيب خلوني عشان إحنا وقتنا بيخلص عايزة تعليق سريع بس بس أكيد نتكلم في ده بعدين عن المحاكمة النهاردة اليوم التالت للمرافعة وأنا ما عرفش وليه تلات يام بس يعني عايز عرف تاريق على المحاكمة سير المحاكمة حتى الآن أنا والله شايف أن في يعني خلينا أكثر روح في مط في المحاكمة أنا مش عارف ليه يعني النيابة النهاردة مبارح والنهاردة وبكرة هيتم المرافعة طبعا مبارح كانت النيابة فاجئتنا كلنا بأنها ما استخدمتش كل أليات القانون وبدأت تظهر قدامنا بأن هي يعني إدانات سياسية فقط رغم أن القضية سهلة جدا أنا شايف أن القضية سهلة جدا متظاهرين نزلوا المايدين عشان تغيير سلمي اترض عليهم بالرصاص الرصاص ده أتى الناس من صاحب المسئولية؟ صاحب المسئولية القيادة السياسية في مصر في هذا الوقت يبقى هو رقم واحد رقم اتنين الأدوات بتاعه وتوزير الداخلية أمن الدولة الأجهزة الأمنية بكل صورها لأن هي دي الأدوات اللي تم استخدامها يبقى هما دول الرؤوس أنا مش عارف ليه المتاهة اللي احنا عاشنا كلها ألف متظاهر نزلوا وقالوا سلمية ورفعوا يافطة سلمية وفي الأخرز بتقتلوا يبقى معنى ذلك الموضوع مش محتاج لا تقول لي بقى هاستخدم اللي هي حصل في محمد محمود واستخدم فيديوهات معرفش ايه وعملين يعيش في متاهة ايه المتاهة دي؟ حشف صوار نزلوا اتقتلوا صحيح وكانت الإرادة السياسية قتل هؤلاء الموضوع مهانسوئل؟ هو المحاكمة مشكلة بالنسبة يعني الشعب يريد إسقاط النظام أسقاط حسني مبارك بس بقية النظام فهل يعني بالتأكيد السلطة والمجلس عسكيني ما كانوش مع محاكم مبارك هو ضغط الشارع اللي هو جاب محاكم مبارك لانه هو جزء من النظام واعتقد انه يعني قصدي من غير إدانة انه ممكن يبقى دا كان في الترتيبات والوعود اللي جرت قبل التنح يعني انه انه انت لم تماس بدليل انه مسافات فإدانة مبارك هافية إدانة عميقة للنظام تبريئة مبارك مستحيلة يعني قصدي خلينا نتكلم تبريئة مبارك يعني ايه هتعني انه انه يعني افضل اه ماشي لانه الشعب المصري ادان مبارك الشعب المصري ادان مبارك مش بس على التهم اللي جاية في القرار النهاب الشعب المصري ادان مبارك على 30 سنة من حكمه اللي كلنا حسنها اللي انجزت وللأسف يعني انا مش عارف هل انا مش قانوني بس يعني اعتقد انه في التلاتين سنة دي فيه جرائم اكتر بكتير من جرائم ال 18 يوم اللي بحكم عليها او مجرد تصدير الغاز فاعتقد انه فيه مشكلة انه ممكن يبقى القضية على ورقها القضية على ورقها ممكن تبقى مش يعني ايه ما تؤديش لاداء ما عرفش يعني بس تبريئة يبقى بتاعني يعني ادعوة لزهاب للميادين طيب خلوني انتقل انا اكيد المحكمات هنكلم عنها كتير يعني بعد كده فترة اللي جاي بس 17 مقر الجامعية اهلية حقوقية خبر قالق ناس كتير وكلام على انه ده حتى في عهد مباركة ديكتاتور الاعظم ما قدرش وما قدروش يعملوا ده فحضرتك شايف ده مؤشراته ايه؟ انا انا عاوز اقول اولا يعني خلينا نتفق من حيث المبدأ على ان الشفافية واعلان التمويل وترسيخ القانون في التعامل مع هزا الجامعات ده اصل كل جامعية حقوقية لابد ان هي تعلن بكل شفافية عن دخلها ايه؟ بتصرف ايه؟ ده قانون ده منظم من قبل قانون الجامعيات لا بعض الجامعيات اثبتت فعلا اولا انا ضد المدهمات هذا الامر امر مرفوض من كل القوى السياسية هذا الامر انا اراه يعني للأسف سامحوني وانا اقول ان المجلس العسكري هو المدبر لهذا الامر مظهرتش الكلام ده خالص ومشوفناش المدهمات دي الا بعد البنت اللي تعرضت في التحرير والمنظمات وقفت بجوارها وبدأ يظهر الاشتباكات والضربة والعنف اللي مكناش متوقعين خالص انه يحدث بعد سالة 25 ينار وقضية ساميرة افتاش في العذرية اه هذه القضايا المتتالية المنظمات لعبت دور قوي فيها فكان الرد عليها بهذه الصورة فهاش غير كده فعل ورد فعل لذلك ارى ان المجلس العسكري والنظام الحالي وقع في الوحل بقدمه في قضية المنظمات الحقيقية ولذلك انا شايف ان هم في تراجع في تراجع كبير جدا يعني انا ارى ان كده هيبقى في تراجع لان اولا مش بس عشان ضغوط الخارجي احنا نرفض الضغوط برضو لازم نؤكد ان احنا بنرفض الضغوط محدش يضغط علينا ومش عاوزين مساعدات حد لو هترتبط باجندات خارجية النهاردة عشان تطلع امريكا تقول للنظام في مصر رغم ان انا اختلف معاه مايقولوليوش اعمل كذا وتراجع عن كذا احنا اللي اراضتنا الشعبية نقول للمجلس العسكري انت اخطأت فارجع صحيح موانت وقل يعني يا قصدي المجلس العسكري والحكومة يعني بيعملوا حاجات انا في تقديري غابية ملهاش منطق تاني لانه يعني لو في خطأ قانوني فانت بتقول للناس عندكم الخطأ ده قانون الجماعيات اللي هو من ارث العهد الاستبداد لا يسمح للناس انها تشتغل كما ينبغي ولا انها تنال تمويل بشكل علني التمويل ده بالمناسبة ورده للمعلومات ده تمويل علني بمعنى انه اي حد يخش على الموقع بتاع الجماعية او المنظمة لازم يشوف هي اخدت فلوس منين ولانه ده من شروط التمويل اللي بيدي فلوس ده مش دي مجموعات بتلمت أبروات بس دي قضية تانية وممكن ننتقد التمويل لأسباب تاني المدهمات بتاعني عقلية بوليسية غبية شغالة اللي ما زالت في السلطة وهو يعني ايه ده اللي الناس شايفاه انه ما زالت طريقة النظام القديم موجودة موجودة في المدهمات موجودة في تخوين المعارضين وبرضو التلفزيون الرسمي يعني اوضي احنا في الرسمي هون مهديم الاستثناءات الصراحة مش الفكرة انك تقولي وجهة نظري الفكرة انه يبقى فيه وجهات نظر متبينة التخوين مش مش منطق انه دولة كذا ومقربين ده كل ده ارث مبار فهي طبعا خطوة غبية وحيترجع عنها لانها مش ممكن يتحافظ عليها يعني عليهم ان هم يعني يدفعوا فيه قانون للجمعيات يبقى فيه قانون للجمعيات سواء بمرسومة او كده يسمح ليه ده بالشفافية والكلام ده كلهم نبقى عارفين مين بيعمل ايه وتبقى الناس كلها يعني قد خضع للمحاسبة انما طريقة المدهمات بالشكل الغابي ده غالبا حتضرهم اكتر محاسبة تمام بناسبة التخوين فيه كلام كتير وكان منشور على المواقع الالكتروني المختلفة انه ده اتهم مباشر لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة فايزة بنجا انه ده ندر نقول تصفيت حسابات او ده بدافئة نهية وراء هذه المدهمات لاسباب كثيرة ترجع الانتخابات قبل كده وترجع المواقف قبل كده انا عاوز اقول حاجة مهمة في هذا فايزة بنجا دي نفسها علامة استفهام بقيلها ثلاث وزارات اربع وزارات مستمرة انا معرفش سمحوني خلينا نقول الكلام بوضوح علامة استفهام استمرارها دي دي من نظام مبارك وكانت يعني من اكبر نظام مبارك هل هي مفروضة علينا بقى من برة هل هي المفروضة من جوة هل معركة يعني المؤتمر الصحفي كمان اللي تغير فيها مخيب لكثير من الناس معركاتها مع المزامات الحقوقية دي معركة مفتعلة هي يعني هي بتقدم رجل القدام بشكل انا مستغرب له بتاريخ حديث على ده هو هو يعني طبعا يعني ايه كوزير الدعوان دولي وهي من اول الناس اللي تكلمت على التمويل وعلى كده كأنه هي دي القضية كأنه يعني مش انه دي حاجة محتاجين لنساقها ولا نظامها لا اتكلمتها لانها حاجة يعني ضد مصر بالمناسبة يعني اصلي ايه ده معظم التمويل جاي من امريكا اللي هي صديقة وحليفة اللي بتشكر في النظام ده طول الوقت وبما فيه المجلس العسكري فبرضه مش مفهوم الخناءة دي هات هو فعلا يعني فايزة بناجا عليها انها تجاو النظام كله والحكومة اللي حصل يوم الخميس فين ان فيه مشكلة حقيقية لتجاو هم يمولوا المنظمات خلاص مولوهم ولو في مشكلة في التمويل بعتقد كمان ان وزيرة التخطيط اللي هي بقالها فترة طويلة هي كمان مسؤولة عندها لانه حصل في عحدها وساكتة ديه ده كله وساكتة من فترة فاتت ليه تاني حاجة المنظمات الحقية ده يتقدر دور للمجتمع ما تخوش انتو دعموها خلي الدولة تخوش دعمها مهندس زي العفو نورتوني وبجد شكرا جزيلا وكان نفسي بالوقت اكتر من كده ان فيه موضيع كتيرة بس اكيدة بليني لقاءات تانية مهندس ويل خليل النشط السياسي والمدون شكرا جزيلا هجودك معنا واستاذ هاني صلاح مدير موقع اليوم السابع للتروني شكرا جزيلا وحييك على اليوم السابع لانه انا لازم اعترف انا بشكل شخصي بجد معرفش انا مجدنا نبص على اليوم السابع خلصت الفقرة ولسا مكملين سيكون معنا دكتور وسيم السيسي بعد الفاصل خليكم معنا